أهلا بكم من جديد يعود بينالي هافانا بنسخته الثالثة عشر إلى شوارع العاصمة الكوبية ليحولها بأعمال لمئات الفنانين من جميع أنحاء العالم إلى معرض فني مفتوح على طول الواجهة البحرية يحول هافانا بينالي بنسخته الثالثة عشر شارع ملك إلى معرض تفاعلي في الهواء الطلق بعنوان بناء الممكن بأعمال لأكثر من ثلاثمائة فنان معاصر من اثنتين وخمسين دولة يستحوذون على متاحف المدينة والصلاة العرض والمساحات المفتوحة بمعارض فردية وجماعية تتحول العاصمة الكوبية لمدة شهر إلى معرض فني ضخم الحدث الفني الأكثر أهمية في كوبا أنشأته الحكومة الشيوعية هناك التي شجعت الفنون بشدة للترويج للفنانين من العالم النامي خاصة الكوبيين نشاهد عائلات بأكملها تأتي المشاهدة جميع الأعمال الفنية وهذا يوضح الكثير عن مدى اهتمام الكوبيين بالفن بشكل عام من أبرز الأعمال هذا العام مخروطات الورق الأبيض من الأعمدة التي تآكلت في البحر وتركيب خراطيم متعددة الألوان يلعب بها الأطفال شهد البينالي حضورا كبيرا من فنانين عالميين ومدراء متاحف ومؤسسات وأكاديميين متخصصين قدموا من بلدان إفريقية وأمريكية وأوروبية ترجمة نانسي قنقر